بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمر العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أيها الحبة في هذه المحطة من برنامجكم مع الله نصرف فيها الشيخ معين كي يحدثنا في ظلال هذا الاسم العظيم من أسم الله سبحانه وتعالى المصور حياك الله شيخ معين حلت أهلا ووطئت سهلا في هذا اللقاء الطيب المبارك حياك الله دكتور الله يساعدك وخليك رب سبحان الله الإنسان لما يتحدث عن الله سبحانه وتعالى وعن ذات الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وعن صفاته يقترب من الله سبحانه وتعالى ويتعرف على الله سبحانه وتعالى كي يعبدوا حق عبادته كي يعظموا أكثر تعظيم كي يرزقوا الله سبحانه وتعالى الخشية الإنابة الخضوع الإلكجاة المحبة الله سبحانه وتعالى فكيف نحن نتحدث عن الله سبحانه وتعالى الجبارة الخالق المصور فمن هنا نبدأ شيخ معين لما الإنسان المسلم يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى عن اسم الله المصور الذي دعا نفسه بهذا الاسم إيش المقصود فيها ماذا يقصد الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم بسم الله الرحمن الرحيم بداية يعني كثير من الناس بفقدوا محبة الله عز وجل لأنهم لا يتعرفون عليه يعني الله عز وجل في القرآن يقول ما لكم لا ترجون لله وقاره وقد خلقكم أطواره ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقه وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلك منها سبولا فجاجا يعني الله عز وجل يعرف عن نفسه حتى يصل الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى حق المعرفة اسم الله المصور المصور هو الذي خلق الإنسان خلق الإنسان من مراحل متطورة يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة قال ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هذا هو الله سبحانه وتعالى هو الذي صور الإنسان وجمله وجعله في أحسن صورة أفضل مخلوق خلقه الله عز وجل هو خلق الإنسان يقول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يعني سبحان الله ربنا بخلق الإنسان طول قصر جمال قبح بكل الصفات هذه بتات العين في القدم كيف يعيش يعني كل إنسان يجب عليه أن ينظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى إلى الخلق سبحان الله يعني كل إصبع بالإنسان كل بصمي موجود في الإنسان هذا كله من خلق الله سبحانه وتعالى ربنا يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني فمشان هيك الإنسان يعني لما يقرأ اسم الله سبحانه وتعالى المصور ينبغي أن يصل إلى درجة معرفة الله عز وجل والشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه وعلى آلائه فهذا إنسان يعني اسم عظيم يعني ربنا بالقرآن يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبه شوف يعني وفي قراءة فعدلك فعدلك يعني إنسان مستقيم ما فيه عيب ما فيه ميلان إنسان يعني ربنا منظر إنسان إلى نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون هذه الصورة صورة اللي ربنا عز وجل خلق الإنسان عليها فالإنسان يعني لما يستشعر هذا الإسم وهو يمر على الآيات الآن في رمضان ويقرأ هو الذي صوركم في أحسن صوركم يقرأ هذا الإسم يصل إلى عظمة الخالق المنعم المتفضل بديع السماوات والأرض سبحان الله لو شاء الله لجعل الإنسان قطرة في بحر لو شاء لجعلك أنت حصى يضأك الناس لو شاء جعلك ذرة في رمال الصحراء تهب الرمال تؤديك كمين تؤديك إشمال لو شاء أن جعلك حائط نفس تسند إليك لو شاء جعلك الناس الناس تضأك وتدوسك ولكن أنعم عليك بكل هذه النعم كل هذه الأجهزة داخل جسم الإنسان أنعم عليك بنعمة العقل أنعم عليك بنعم ظاهرة وباطنة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ما أصح منكم معافى في سربي لديه قوت يومي معافى في جسد كأنه محيذت له الدنيا سبحان الله يعني هذا بدفعنا من هون أنه نصل إلى عبادة الشكر صحيح هذه العبادة بصراحة الكثير من الناس بفتقدوها يعني ربنا بقول وقليل من عبادة الشكر يعني قدش ربنا أنعم علينا مرة تسأل واحد كيف حالك بتبرمه مش معجبه ولكن إصال أنت شوف النعمة اللي ربنا عز وجل أعطاك إياها ربنا لما كان يذكر الأنبياء في القرآن كان يذكر صفة الشكر يعني النبي نوع قال إنه كان عبدا شكورا النبي سليمان قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي النبي داود ربنا عز وجل قال اعملوا آل داود شكرا النبي موسى شاكرا لأنعمه يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه تسألوا زوجتي يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيجيبها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائشة أفل أكون عبدا شكورا يعني إنسان لازم يعني يشكر الله سبحانه وتعالى ويعترف بنعم الله عز وجل اللي أعطانا إياها يعني فيه صورة بالقرآن اسمه صورة الرحمن يعني كم مرة الله عز وجل ذكر أي فبأي آلاء ربكما تكذبا أكثر من ثلاثين مرة يذكر ربنا يذكر النعم وبعد يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان يذكر خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج منال فبأي آلاء ربكما تكذبان حتى الإنسان يظل يرجع لنفسه أخرى مرة ويقترب من الله سبحانه وتعالى أكثر وهذا بصراحة بزيد عظمة الله في القلب بازداد الوجل والخوف من الله تزداد رقابة الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد وهذا بيدفع الإنسان أنه يتحصل على التقوى اللي إحنا لازم نحصل عليها من خلال عباداتنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان الله هذا يقودنا إلى أن نتفكر مع الكلمة في أسماء الله سبحانه وتعالى وفي صفاته وفي دلالات هذه الأسماء ودلالات هذه الصفات كي بمعنى الكلمة يتقرب الله سبحانه وتعالى يسكب لنا هذا الإيمان داخل قلب الإنسان الإيمان ينبت في قلب الإنسان والإنسان يتعاهد نفسه ويتعاهد قرآنه ويتعاهد دينه باستمرار الإيمان في عقية أهسانه والجماعة يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ذلك ما أجول بأن يسجد ويقترب الإنسان من ربه جل فعلا شيخ معين خلينا نأخذ فاصل قصير ثم نعود إليك بإذن الله تعالى مشاهدين الكرام فاصل ونواصل فابقوا معنا أهلا وسلم بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى مع اسم الله المصور شيخ معين لو إحنا حكينا إيش الأثار المترتبة على إيمان الإنسان بهذا الإسم الأثار التربوية الأثار الإيمانية بمعنى الكلمة عندما يسشع الإنسان عظمة الخالق وعظمة هذا الإسم العظيم عند الله سبحانه وتعالى المصور أول شيء الأثار أنه الإنسان يعظم ربنا سبحانه وتعالى ويثني عليه ويقوم بشكر الله سبحانه وتعالى بالصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى الشيء الثاني يعني ممكن ربنا خلق الإنسان متفاوت بالجمال متفاوت بالطول وهذا يجب أن لا يدفع الإنسان إلى الكبر يعني مش واحد أفضل من واحد بشكله مع أنه يتكبر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال ولكن الكبر غمطوا الناس وبطروا الحق فمشان هيك الإنسان إذا يعني الكرامي مش بالشكل طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو خلق كل الأشكال مشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فربنا بالقرآن أيضا بيّن المعيار عند ربنا سبحانه وتعالى الميزان قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم ممكن إنسان ربنا يخلق إنسان صورته جميلة وهيئته جميلة ومعامال وكذا ولكن هذا ليس ما بتكون عنده أفضلية الأفضلية بتكون لوين لتقوى الله سبحانه وتعالى يعني سبحان الله قد يدخل في الإنسان شيء في نفسه إذ يوم الجمعة لبسه الدشداش وراح مع أطفاله حتى يصلي أو صلي صلاة التراويح يعني قد يتوهم بأنه والله عنده شوية دين أكثر من غيره يتوهم بأنه عنده شوية حسنات حين نسوينا حسنات هنا بمعنى الكلمة المشكلة المصيبة لأنك أنت من نعمة الله عليك أندلك على الطريق من نعمة الله عليك أنوفقك للصلاة من نعمة الله عليك أعمل تشكر النعمة مش تتكبر على الآخرين ولا تشوف نفسك هدانة لهذا الدين وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله سبحانه وتعالى يعني سبحان الله الكلمة الدائمة إنسان يقولها في صلاته الحمد لله رب العالمين أنت تشكر الله سبحانه وتعالى وتحمد الله على نعمه وألائه ولكن لا يتسرب الكبر إلى قلبك لا يتسرب يعني شوفت النفس شوية شوفت الحالة شوية أنت اتبرعت شوية مصاري وسهمت في بناء مسجد وسهمت في مشروع خير أعطيت طالب جامي أعطيت طالب فقير أعطيت أسرة مسكينة ما يتسرب إلى نفسك هذا الشيء حتى إذا الإنسان سبحان الله قدم لا نسألكم جزاء ولا شكورة قال بعض العلماء أنت لا تطلب منهم الدعاء كمان هذا الدعاء نوع من نوع الشكر صح أنت عندك علاقتك مع الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريدك جزاء ولا شكورة هذه كلها بتقودنا سبحان الله لما تفضلت وحكيت شيخنا لما الإنسان يعني يتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى الذي يهب الإنسان أفضل صورة وأفضل خلقة وخلق الخلج جل في علاب على الكمال والجمال والبهاء والإطلال وقد يحرمك نعم من النعم لحكم أرادها الله سبحانه وتعالى قد يكون المنع عطاء طبعا يعني أحيانا ينظر الإنسان إلى غيره حتى يحمد الله سبحانه وتعالى على العفو العافية أنه هذا بيقودنا أنه أيضا عدم سخري من الناس صحيح ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ليه؟ عسى أن يكون خيرا منهم فمشان هيك الإنسان ممنوع يسخر من الناس الثانيين أو شوف حاله على غيره يعني وضعت قصة في السيري أنه أبو ذر و أبو بلال بن رباح صار بنا تنسوء تفاهم فأبو ذر قال لبلال إليك عني يبنى السوداء شوف هذا السوداء امرأ خلق الله عز وجل بشرتها سوداء فبلال بن رباح ماذا فعل اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن أبو ذر يعيرني بسواد أمي النبي صلى الله عليه وسلم نادى على أبو ذر قال له يا أبو ذر أعيرته بسواد أمي إنك مرئ فيك جاهلية يعني هذا النوع أنه الإنسان يسخر من شكل من طول من نصاحة من ضعف من عوار من أي عهة ممكن تكون في إنسان اللي هذا ربنا عز وجل خلقه أبدع في خلقه هذا يعتبر خلل عند الإنسان وعنده ولا تزائب يخيف ويعفيه إلا ويبتليك ويبتليك طبعا سبحان الله ممنوع نظهر الشماتة بأي إنسان بالعكس أنه إحنا نمد إدينا ونساعد ونعين هؤلاء أصحاب العهات أصحاب أصحاب الهمم أصحاب بالهمم اللي هذولة بصراحة لازم إحنا كثير ننتمه لإلهن ولما نشوفهن ونخدمهن إحنا نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة العفو والعافية النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير يكرر هذا الدعاء اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافات الدائمة في الدين والدنيا والآخرة فأنت تطلب من الله عز وجل الآن في دعائك في رمضان بصلاة الترويح بصلاة الفجر قبل الإفطار تدعو الله عز وجل أن يتم عليك نعمته وعافيته وستره في الدنيا حتى لما الإنسان يدعو يقول ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأخواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارثة منا يعني أن نموت وهي صحيحة صحة أن نموت وهي صحيحة يا سبحان الله لو رب العالمين حرمك هذه النعم في حياتك بدك أنت تغلب غيرك بدون الآخرين هم اللي يقوموا فيك بدون الآخرين هم اللي يشغلوا معك بس أنت تدعو من دعائي نبي عليه الصلاة والسلام ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارثة منا سبحان الله كيف هذه الدلالات اللطيفة في دين الله سبحانه وتعالى تقرب الإنسان من ربي جل وعلا وتشعر الإنسان بعظمة هذا الخالق جل وعلا الذي أحسن تصوير هذا الإنسان بعد ما قال الله سبحانه وتعالى بل قادرين على أن نسوي بنانا أطراف الأصابع طيب إذا أنت كانت إحدى وجود تفسير أطراف الأصابع هو قادر جل وعلا أن يعيد الإنسان خلقته مرة أخرى يوم القيامة بكل هذه الحرفية بكل هذه العظمة بكل بنانا هذا الأصابع عند الله سبحانه وتعالى وإذا سألت الإنسان طب هذه بصنة هل تشابه أخت إلها في العالم بأسره موجود موجود سبحانه الله هذا إبداع الخالق الله سبحانه وتعالى يعني كثير اليوم في عنا آيات علمية اللي موجودة في القرآن اللي إحنا نتمعن فيها ونتدبرها ونأخذ منها المعاني حتى نصل إلى عظمة الله سبحانه وتعالى كثير هي الآيات بتحكي عن تطور الجنين الآيات اللي بتحكي عن الظلمات الثلاث مرجا البحرين يلتقيان بتحكي عن بناء السماء عن الكون عن الفلك هذا كله يجب أن يدفع الإنسان إلى أن يطيع الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى الشيخ الفاضل يعني بارك الله فيك والله أجلكم الخير في هذه الحلقة منتعتنا في ظلال اسم الله المصور نسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعمل وتقبل يا رب العالمين مشهد الكرام فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا اشتركوا في القناة